اشتركوا في القناة وصلنا الى المورد السابع والثلاثين في الامر الرابع المورد السابع والثلاثين الكامل الجزء العاشر في صفحة ثلاثمائة وستة وعشرين ثم دخلت سنة خمسة عشرة وستمائة سنة ستمائة وخمسطعش هجري اولا ذكر وفاة الملك العادل وملك اولاده بعده قال ابن الاثير توفي الملك العادل ابو بكر ابن ايوب سابعة جمادة الاخرة من سنة خمسة عشرة وستمائة وقد ذكرنا ابتداء دولتهم عند ملك عمه اسد الدين شيريكوه ديار مصر سنة اربع وستين وخمسمائة سنة خمسمائة واربعة وستين هجري فلما توفي اخوه صلاح الدين ملك دمشق وديار مصر كما ذكرناه وبقي مالكا للبلاد الى الان الى ان كتب هذا الامر ونحن بينا لكم هل حقيقة انه ملك دمشق وديار مصر بالمعنى الذي يفهم الان وهو ايضا له قصد عندما تحدث عن دمشق وديار مصر فلم يتحدث عن الشام هذه ايضا نقطة مهمة في المقام وهنا ايضا نسجل هذا الامر اذا لاحظ الواقع الذي نقله ابن الاثير هنا وهو كان يعيش في تلك الفترة وذاك العصر قال ملك دمشق وديار مصر والذي ظهر لكم يقينا من خلال سرد سيرة العادل المتعلقة بحروبه الداخلية مع مدن الشام والعراق فبالرغم من ذلك وبالرغم مما قاله ابن الاثير عن واقع الحال نجد التمجيد والتعظيم والتبجيل والتقديس للملك العادل للدولة القدسية المقدسة حتى لو كان الكلام خلاف الواقع حتى لو كان الكلام مكشوفا في مخالفته للواقع فتحدث الرازي مثلا عن اطباق اهل المشرق والمغرب واتفاق اهل المشرق والمغرب على ان الملك العادل سلطان السلطان المعظم العالم العادل المجاهد سيف الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين افضل صلاة ان الحق واليقين وعلى اقل تقدير نحن تيقننا بانه بان اهل الشام بان اهل الشام نفس اهل الشام لا يرغبون بالعادل على اقل تقدير الكثير او العديد من مدن الشام لا ترغب بالعادل بل ترغب بصلاح الدين وابنها صلاح الدين واغلب لما نكون كل مدن الشام لا ترغب بالعادل العادل ولا بصلاح الدين ولا بالايوبين وترغب بالزنكين فاين المصداقية من هذا الكلام يقول مطبقين متفقين على ان السلطان كذا وكذا 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 افضل صلاطين للحق واليقين ولا زالت ايات راياته في تقوية الدين الحق والمذهب الصدق متصاعدة الى عنان السماء افضل ملوك افضل الملوك واكمل الصلاطين في ايات الفضل وبينات الصدق وتقوية الدين القويم ونصرة الصلاة المستقيم ويأتي بعده ابن تيمية يقول عظماء الدنيا من الملوك والملك العادل من عظماء الدنيا من الملوك الذين اهدى لهم الرازي كتابه حسب عادته وبعد هذا يقول وكان ملك الشام ومصر في زمانه الملك العادل ولم يكن ملكا للشام وكل الشام وانما كما وصفه القدر المتيقن كما وصفه ابن الاثير قال دمشق وبلاد مصر لاحظ هذا حال العلماء الفقهاء اهل الحديث اهل الكلام بهذه الخصوصية فلذلك اقول جزا الله خيرا ابن الاثير عندما تحدث بهذا الاسطوب وبهذه الواقعية بالرغم مما هو فيه